السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحلى المتتبعين أتمنى تكونوا كلكم على خير و بخير يوم شاء الله نشارك معكم هذه البسبوسة في الصحيح تكون توجد شيئا من القلب فعلا نتمنى إعجابكم في الوصفة اليوم و نتمنى تجربوها و تخليوا لي تعاليخوا و تقولوا لي كيف حاجتكم سنبدأوا على بركات الله أول حاجة سنحتاجون مهم سنجدوا سطح العمل و مهم سنجدوا في الإناء اللي نسمكم سنجدوا الجبن إذا لم تتوفر الجبن سنجدوا ضانون من السوس سنجدوا جوش كيسان سميدة سنجدوا سنجدوا كأس الكوك و نصف كأس ساندة سبقت ساندة سنجدوا سنجدوا خميرة 8 جرام خميرة 8 جرام خميرة 8 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام 1 جرام 8 جرام ثم سنجدوا القليل من الملح بالنسبة للملح سنجدوا اختياري مهم كل واحد يدعوا على حسب الزوق و تقريبا نصف معلقة صغيرة و قليل من القرفة سنجدوا مميزة ثم سنجدوا خلطوا النواشف حتى يتمزجوا نضيف و لا ننسى لدينا حمضة غلق قشور حمضة 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 و تقريبا نضيف و تقريبا كبار الزبدة نضيف حرارة المطبخ و نصف كبار الزيت و نضيف كبار الزبدة نضيف و نضيف حليب و نضيف منها و نضيف حليب و من بعد الحصول على نزل كليمون بعد الليمون نستغل أعطينا نكهات رائعة و سأخلطها جيدا أخبركم الجبن من المسوس اضافة و لا تريد مستوث الناس يتجرب المستوث اصبحت الأسوات و اصبحت الجبن وضع الجبن المستوثة تقوم بشكل أشخاص مستوثة أفضل معلقة صغيرة وضع 3 اجعل نخلط الملكونات و اختارها مكانة اضع ملكونات و اختارها المول تخصد على الزبدة ونرشه بصميدة لم تلصق لكم لتلصق لكم أنظر من الناس الذين يتواحمون لكم حتى لاحقنا المكونات كامل نترك المدة 5 دقائق قد نضعها بصميدة كما تشاهدون انا دهنته بزبدة و رشيته بصميدة هذا المون سوف نختار المون لناسبكم و الشكل لناسبكم حتى لا تفرروا هذا المون يوضع الطاوة عادي غيره يدهن بزبدة و يدر لها سميدة انا اقول لكم اختاروا ايما المون ايما الطاوة و هذا الكسد الليمون سوف نديره بحشكر السيرو و ندير كسد الليمون مع كسد ساندة و نوضعه في فوق النار هادية و نخليه بعد موضعنا البسبوسة سوف نضعها درجة حرارة 180 وتبارك الله تطلع و تأخذ شكل رائع انا اتمنى ان شاء الله تجربوا و تجربوا و تجربوا لي الرأي دي لكم في التعليق و اقولوا لي كيف جاءتكم هذه البسبوسة سوف تجير رائع اذا من وجهة النظر انا اتمنى ان شاء الله تعجبكم و اعجبوكم هذه الوصفات و شجعوني باش نزيد نعطيكم كثير و اهم كلا وضعها كباش تأخذ الشكل و وضعها في الفران و هاش نحصلنا على الشكل النهائي كيف ما كتشوفو دابايا غادي نسقيوها بدأك سيرو اللي قطلكم و صيبنا حنايا و اللي ممتوفرلوش الليمون يقدر يعمل غير السكر و الماء و الماء زهر اما يمكن تبقى السقوة اختيارية انا سقيت هنا بالكثير خلطه مع كثير سنيدة و خلطه في النار هادية و دابا كيف ما كنتشوفوه انا نسقيها و راه طالعه واحد الريحة ما نقول لكم شي بلا ما شاهيكم ريحة زوينة و بالنسبة للزين كيبقي على حسب الاختيار انا غادي نزينها غير بكوك و الممكن ازينها باللوز و الممكن ازينها بالبستاج و ما انا بطالك و التدور مع كوك و حتى ههجه مرحة تفضل سوف نقوم بتنزيل كوك و نقوم بتسرق السمك و نشاركه معكم و من الأحسن نقوم بتوضع الكوك في اللحظة التي نقوم بتوضعها في السمك و هذا الطبق اليوم و نتمنى الإعجاب و شكراً لكم الناس الذين يتابعوني و شكراً للناس الذين يتعليقون و شكراً للناس الذين يتضغطون على زر الإعجاب و شكراً على الدعم لكم المتواصل و شكراً للناس الذين تشجعوني و هذا الطبق اليوم سوف نقطع قطع صغر قمت على القديم و امور الصوت مهم ينضغط ايضاً لكم أنفسكم شخص ما يحتاجه و كما تكون لديه الكوك و شكراً لكم و لا يحسب تركيز الأذواء و هذه الطريقة تشجعوني مئة في المئة تجربواها و لا تتبعوا نفس المراحل حاولت انا ازرب لكم شى الفيديو باش تشوفوا مرحلة بمرحلة و لا تفلت عليكم اشي حاجة هاتشى اللي خلاني خدمت اه يعني الفيديو هكا طوال انا غد نوريكم قطعة وبصحة والرحة غير هي واحد حاجة نسيت ما قولتاشي من جبدوها من الفرران و نسقيوها نخليوها واحد المدة ديال فوق عشرة دقايق من الاحسن قعد نقطعوها باش ما تفرتت شي تتشو الدراسة اما يلابشينا و قطعناها هادك اللحظة هادك تقدر تفرتتنا هادي نسيت ما قولتاشي ما ينقصنا نتابعو هالنصائح البساطة و هالشكل نهائي راه فعلا فعلا كتجزوينه وبالصحة و الراحة نتمنى اكم تجربوها حتى السمك دياله يجي يعني سمك كبير و الشيشة بطبيعة الحال و مكونات دياله سهلة يقدر لكل يجربه وبالصحة و الراحة توجدوها الكاسكرو كوي ذاتكم و توجدوها الفطور يبقى الحساب اختيار و نهاركم بروك ترجمة نانسي قنقر